السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? يارب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض كفية بما ان الشتاء على الابواب فهنشتغل النهاردة مع بعض كفية سهلة وبسيطة وبغرزة جميلة جدا زي ما انتو كده شايفين الغرزة برزة. شكلها جميل جدا سهلة وبسيطة في طريقة عملها. وكمان طريقة عمل الشراشيب دي هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف شايفين طريقة تركبها وازاي ان احنا نقدر نزبطها. اه وتكون مع بعض بالتساوي فهسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف اللي حابب يرجع له. الخيط اللي انا استخدمته خيط ستوك فاشن. الخيط ده اه جميل جدا. اه في اه يلا كده بنا نبدأ ونشوف طريقة عمل الكفية دي هكون ازاي. بس قبل المبدأ كده بفكركم لو لسه مش مشتركين في القناة واول مرة تشوفوني وحابين تستفيدوا من المحتوى ما تنسوش دلوقتي تنزلوا تعملوا اشتراك في القناة واهم حاجة تفعله الجرز. وكمان لو الفيديو عجبكوا تشجعوني كده بلايك وتسيبوا لي دعوة حلوة. يلا كده بينا نبدأ ونقول بسم الله. عايز اقول لكم ان تفاصيل الكفية هاسب هلكو برضو فيه صندوق الوصف كمية الخيط وطول الكفية والعرض بتاع الكفية. طول الكفية هنا كان مية وتمانين سنتي والعرض بتاعها كان تمنتاشر سنتي. طبعا اللي حابب يشتغل الكفية اعرض من كده مفيش مشكلة. بس انا حبيت انها كنت تبقى طمانتاشر سنتي. فيه ناس بتحبها عشرين فيه ناس بتحبها اعرض من كده بس طمانتاشر ده كان مناسب. والطول مية وتمانين. فكمان اللي حابب يشتغل الكفية انا هنا اشتغلت الكفية بطول الكفية. يعني اشتغلت سلاسل بطول الكفية. وبعدين طلعت عدد سطول لحد ما اداني هنا عرض طمانتاشر سنتي. طيب اللي حابب يشتغل الكفية بالطول مفيش اي مشكلة خالص. هيبدأ عدد سلاسل زي ما انا هشتغل دلوقتي احنا طبعا هنشتغل مع بعض عينة. بحيث ان انا اعرفكو فيها ازاي طريقة عمل الغرزة دي. فهتشتغلوا عينة زي اللي انا هعملها كده وتطلعوا بنفس عدد السطول لحد ما تنصلوا لطول الكفية المناسبة. فيالله كده بنا نبدأ ونشوف طريقة العملها كونز زي ما. نحصل معاكم بنفس اللون. كمان عايز اقول لكم ان الكفية دي انا اشتغلت فيها بابرة مقاس خمسة ونص. فهنا بقى هنبدأ ان احنا نشتغل سلاسل تكون عددها زوجي. عدد سلاسل البداية لازم يكون عددها زوجي. انا كده اشتغلت سلاسل آآ عددها تمانية وعشرين سلسلة. دلوقتي انا مش هعمل ارتفاعات ولا حاجة انا هيجي في السلسلة التانية وضهر السلسلة كده. شايفين الارتفاعات اللي وورا دي. هبدأ ان انا اشتغل غرز حشو. يعني هدخل كده. هسحب الخيط واطلع. هلف الخيط على الابرة واطلع من الحلقة تانية. في كل غرزة كده هبدأ ان انا اشتغل غرزة الحشو. آآ لو حد لسه مبتدئ وحابب يتعلم الغرز الاساسية هتلاقوا آآ دروس الاساسية موجودة في آآ قوائم التشغيل. بدخل كده بالابرة. اسحب الخيط معايا حلقتين. الف الخيط واطلع من حلقتين. يبقى انا بشتغل في ظهر السلسلة. الحرف البيئة هو انا بيجي في ظهر السلسلة. وببدأ ان انا اشتغل غرز حشو. هفضل مكملة كده. لحد ما بوصل لآخر السطر. اشتغل كده لحد ما اوصل لآخر السطر. وبعدين ارجع له. انا كده خلاص جيت لآخر السطر. واشتغلت السطر كله كان من غرزة الحشو. هبدأ ان انا ارتفع كده سلسلة ولف الشغل. وابدأ اجي تحت الحلقتين. انا كده لسه بأسس للغرزة بتاعتي. لان انا هشتغلها. تحت حرف الفي كده بدخل. اسحب الخيط واشتغل غرزة حشو. فوق كل غرزة. غرزة حشو. بالشكل ده. يبقى السطر التاني كمان. تكرار للسطر الاول اللي هو غرزة الحشو. هفضل مكملة كده لحد ما وصل لآخر السطر. غرزة حشو فوق كل غرزة. هخلص وارجع له. انا كده خلاص بعد ما اشتغلت كمان السطر التاني من غرزة الحشو. اخدوا بالكو آآ ان اخر غرزة شايفين بتبقى جاية بمين. آآ فمحدش ينسى الغرزة دي. ولو حد لسه مبتدق ممكن يحط في اول غرزة هنا آآ ماركر بحيس انه هو رجع بالشغل. يبقى عارف ان في غرزة هنا ما ينساهاش. غرزة حشو هبدأ ان انا ارتفع سلسلة ونبدأ دلوقتي نشتغل غرزة الكفية بتاعتنا. هاجي كده شايفين اول حلقة دي اللي هي اول غرزة آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ها. وهشتغل عمود امامي. الغرزة اللي بعدها طبعا بسيب غرزة فوق لاني اشتغلتها تحت. الغرزة اللي بعدها هشتغلها غرزة حشو. يبقى انا مرة بشتغل غرزة حشو ومرة بشتغل في آآ عمود امامي بغرزة الحشو اللي تحت. شايفين هنا كده? غرزة الحشو اشتغلتها فوق. سايبها مكانها غرزة حشو تحت. شايفين العمود الامامي انا اشتغلته فين? اشتغلته في غرزة الحشو اللي تحت. الغرزة اللي بعدها بتكون حشو فوق. الغرزة اللي بعدها هتكون عمود امامي في غرزة الحشو اللي تحت. باخدها من ورا غرزة الحشو. شايفين غرزة الحشو هاي? عشان ما حدش يطلق بطو هيدخل فين? لو حد لسه مبتدق. غرزة الحشو هاي هروح في اللي بعدها بس بدخل من وراه. اهي. بالشكل ده. باخدها كده على الابرة. وبعدين أسحب الخيط واشتغل غرزة العمود عادي خاطص شايفين؟ يبقى أنا مرة عمود ومرة حشو مرة عمود أمامي ومرة حشو اشتغلت العمود الأمامي طبعا في الغرزة الحشو اللي تحت بسيب مكانها غرزة فوق شايفين؟ غرزة الحشو هي سبتها فوق لإن اشتغلتها تحت هروح للغرزة اللي بعدها واشتغلها غرزة حشو الغرزة اللي بعدها شايفين؟ هنا غرزة الحشو هي سبتها اللي هي تحت وشايفين اللي قبلها كان عمود امامي عمود امامي هو هسيب غرزة الحشو اللي بعدها لان اشتغلتها فوق هبدأ ان انا اروح لغرزة الحشو اللي عليها الدور وهنزل تحت وهاجي كده من وراء غرزة الحشو دي بالشكل ده واشتغل عمود امامي هو السطر ده بس اللي هنشتغله على غرزة الحشو في السطر اللي قبله ده اللي هو السطر الاول انما بعد كده هنشتغل غرزة حشو وفوق العمود هنشتغل عمود امامي الشكل ده شايفين غرزة الحشو هاي بسيب غرزة حشو تحت وبروح للي بعدها اشتغل فيها عمود امامي عشان لو حد ما اطلعه بطولى حاجة يبقى انا مرة بشتغل غرزة حشو فوق ومرة بشتغل في غرزة الحشو من تحت بس بدخل في الغرزة من وراء يعني باجي كده في غرزة الحشو اهي غرزة الحشو اللي فوق اهي بنزل تحت بس بدخل من وراء غرزة الحشو بالشكل ده طيب انا هنا اشتغلت امامي بسيب طبعا مكانها غرزة فوق اروح للي بعدها اشتغل حشو اللي عليها الدور عمود امامي فين في غرزة الحشو بس بنزل لغرزة الحشو من تحت غرزة الحشو بنزل لها اللي هي تحت شايفين غرزة الحشو اشتغلتها فوق في واحدة تخططها تحت اهو وهروح للي بعدها اشتغل فيها عمود امان شايفين اهو بالشكل ده فانا هخلص كل السطر ده لحد الاخر وبعدين ارجع لكم انا كده جيت لاخر السطر شايفين الغرزة جميلة جدا غرزة الحشو دي هشتغل فوقها بغرزة حشو خدوا بالكم ان انا بدأت السطر بغرزة حشو ونهيته برضه بغرزة حشو تمام هبدأ دلوقتي ان انا ارتفع سلسلة طبعا الكفية دي زي ما احنا شايفين هنا كده هي وجه واحد يعني الشغل على وش واحد انما الوش التاني شايفين الغرزة بتاعته مش بارزة فالشغل على وجه واحد طيب ازاي نزبط الغرزة بحيث ان هي يكون على وجه واحد فبنبدأ ان احنا نرتفع هنا سلسلة كده ونلف الشغل ونبدأ نشتغل سطر من غرزة الحشو سطر كامل من غرزة الحشو يا نبدأ ادخل كده تحت الحلقتين لكل غرزة واشتغل فيها غرزة حشو الشكل ده كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو لحد ما بوصل لاخر السطر هخلص كده وبعدين ارجع لكم انا كده خلصت السطر كله من غرزة الحشو هبدأ دلوقتي ان انا ارتفع سلسلة ولف الشغل شايفين احنا كده جينا لوش الشغل شايفين الغرزة البرزة اهي فاول غرزة عندي هنا باجي تحت الحلقتين تشايفين اول غرزة اهي اخدوا بالكم ان ده الارتفاع اهو بروح لأول غرزة وابدأ ان انا اشتغل فيها غرزة حشو تاني غرزة بقى مش هنزل لغرزة الحشو لأ انا هروح للعمود الامامي اللي انا كنت بشتغله ده هدخل من وراه كده شايفين دخلت وراه العمود اهو وابدأ ارف الخطع الابرة واطلع بارتفع كده شوية بارتفاع الغرزة وابدأ ان انا اكمل غرزة العمود طبعا اشتغلت عمود امامي تحت بسيب غرزة فوق او بتخطى غرزة فوق شايفين بتخطى غرزة فوق واروح في اللي بعدها اشتغل غرزة حشو الغرزة اللي بعدها اشتغلها عمود امامي باجي فوق العمود الامامي ده واشتغل بدخل من وراه كده ولف الخطع الابرة واطلع ارتفع شوية وابدأ ان انا اشتغل غرزة العمود الامامي طيب طالما اشتغلت عمود امامي شايفين الغرزة دي بتخطاها اهو الغرزة اللي بتخطاها واروح اللي بعدها اشتغل غرزة حشو الغرزة من تكرار سطرين هبدأ اروح في العمود الامامي ده واشتغل فوق عمود امامي بالشكل ده اشتغلت عمود امامي هسيب غرزة ورا واروح في اللي بعدها اشتغل غرزة حشو يبقى انا مرة بشتغل غرزة حشو ومرة بشتغل عمود امامي فوق العمود الامامي ده باجي من وراه كده اشتغل عمود امامي بتخطى غرزة وراه طالما اشتغلت عمود امامي بتخطى غرزة وراه واروح في اللي بعدها اشتغل غرزة حشو والعمود الامامي ده اشتغل فوقه عمود امامي باجي من وراك ده واشتغل عمود امامي هتخطى غرزة واروح في اللي بعدها اشتغل غرزة حشو وابدأ ان انا اكرر باقي السطر كله غرزة حشو وغرزة عمود امامي شايفين شكل الغرزة ابتدى يبان اهو فانا هكمل كده كل السطر ده من غرزة الحشو وغرزة العمود الامامي وطبعا اه طالما اشتغلت عمود امامي تحت وتخطى الغرزة بتاعته فوق واروح للي بعدها اشتغل غرزة حشو اخلص كده وبعدين ارجع لكم انا كده خلاص بعد ما وصلت لاخر السطر شايفين الغرزة ابتدى يبان معايا ما تنسوش يشاركوني رأيكم في التعليقات في شكل الغرزة بتاعتنا النهاردة اخر غرزة معايا لازم تكون غرزة حشو اخدوا بالكو عشان لو اخر غرزة مش معاكو غرزة حشو لازم تراجعوا الغرز بتاعتكو عشان احنا بنبدأ بغرزة حشو وبننهي السطر برضو بغرزة حشو طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنرتفع سلسلة ونشتغل سطر من غرزة الحشو والسطر اللي بعده بنكرر السطر اللي هو عبارة عن غرزة حشو وعمود امامي يعني بكرر سطرين مرة سطر من غرزة الحشو ومرة سطر من غرزة الحشو والعمود الامامي طيب أنا هنا طالما اشتغلت غرزة الكفية يبقى السطر اللي بعده غرزة حشو يبقى أنا هرتفع سلسلة وعلى ظهر الشغل كده ده ظهر الشغل أهو هبدأ أن أنا أشتغل السطر ده كله من غرزة الحشو بالشكل ده بفضل مكملة لحد ما وصل لآخر السطر وهنبدأ نكمل السطر ده كله من غرزة الحشو لحد ما بنوصل للآخر هنا وبعدين نبدأ نرتفع سلسلة وطالما جينا على وش الشغل بقى هنبدأ نكرر السطر اللي هو كان عبارة عن غرزة حشو في بداية السطر وبعدين عمود أمامي وبعدين نتخطى غرزة فوق والغرزة اللي بعدها بتكون حشو عمود أمامي حشو أهم حاجة إن غرزة العمود الأمامي بتخطى مكانها غرزة وراء علشان ما يحصلش معايا تزايد خدوا بالكم من الكلام ده كويس دي كده كانت غرزة الكفية بتاعتنا النهاردة شايفين كل ما نكرر بقى السطور ده هيكون شكل الكفية بتاعتنا غرزة بجد جميلة جدا و3D غرزة برزة وكمان طريقة عمل الشرشيب دي هتلاقى في صندوق الوصف أتمنى كده يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم ما تنسوش لو الفيديو عجبكم شجعوني كده بلايك وكومنت وشير كده مع الأصحاب علشان الكل يستفيد ولو لسه مش مشتركين يريد طبعا تشتركوا في القناة وأهم حاجة تفعلوا الجرس أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله باي باي